انا اسامة غزال اهلا بكم في قناتي النهاردة هنشوف افاكت لزيز وسهل خالص بتعمل بنفس طريقة ماسكن تكنيك اللي احنا كنا شرحناها في فيديو قبل كده مش محتاج وقت وبيبقى مفيد جدا في حالة ان انت بتعمل انترو للفيديو بتاعك او ان انت عايز تصور بالكاميرا من فوق بتاوية عالية زي كده فبيبكون شكلها لزيز اول حاجة هنعمل لان احنا طبعا يكون عندنا نسخة الاصلة من الكريب بنعمل نسخة تانية منها وبنحطها فوقها خلينا نهائد دي دلوقتي نتأكد ان احنا معلمين على النسخة الاصلة بتاعتنا اللي هي في التراك اللي تحت وبعد كده بتروح لcolor وبندي او بنزل قيمة لزيرو باقت قبل بيدرسوا زي ما احنا شايفين الوقتي هننهائد النسخة التانية اللي فوق علشان نرجع الالوان تاني واللي هنعمل لفوق ان احنا هنستخدم بس الى الالبس او الدايرة بالشكل ده بتاعتنا بيتكون بشكل ترقائي حب اصغر بتاعي شوية ان انا بقرر بالبين بوينتز دي بالشكل ده وبعد كده بزود الحروف بتاعت الماسك عندي ما تبقاش حد قوي. خليها مثلا مية وخمسين. راح يكون كافي. اه بعد كده بعمل عند اول بتاعي. وبعد كده بنزل القيمة بتاعت للقيمة سالبة علشان ما يبقاش ظاهر نهائي. اه لحد ما يبدأ يظهر بشكل تدريب. بعد كده حرك الكورسر للمكان اللي انا عايز يخلص عنده بالكامل. او بمعنى اصح الالوان ترجع بالكامل في الصورة. ورجع قيمة اه اعلى قيمة عندي اللي هي وبعد كده هنشوف اه دلوقتي بعمل ازاي. زي ما احنا شايفين هو بطيق شوية ولكن زي ما احنا عارفين لو انت حابب ان انت تصرعه ممكن تقرب بالشكل ده او ان انت تعلم على بتاعتنا كلها وتدوس على على علشان تصرع اه سرع التوقيت بتاع الفيديو. يبقى في الحالة دي سرعنا وصرعنا بتاع الفيديو نفسه. تمام? اه زي ما قلت لك يا جماعة هو افاكتر لزيز وسهل ومش محتاج مجموض خالص. اه حاجة كمان بس حابب اقول عليها قبل ما انهي الفيديو ده وتنهارده. اه ان بالنسبة للي ما شافوش اخر فيديو انا نزلته. اه يا ريت يا جماعة تروح وتشوفوه وتعرفوني رأيكم لو عجبكم تضغطوا الايك بطن. اه اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. اه ولو عندكم اي سؤال او استفسار زي ما دا امن بقول تسيبوا تحت في المكان التعليقات. اه وانا بستفيد اصلا من كل الابتراحات دي ان انا ببني عليها الفيديوز اللي جاي بتاعتي. فا اه ما تنسوش تعملوا في القناة بتاعتها جماعة وتابعوني على على علشان شوفوا اجدد فيديوهاتي والتصميمات اللي بعملها. متشكر جدا جماعة على المتابعة. واشوفكم مرة جميع ان شاء الله.